هو مش بس عامل عودة إلى المدرسة لأن المدرسة هنا أو حتى الجامعة والمعهد هيكون نص نص مدرسة نص جامعة يعني النص الثاني هو البيت اللي الطالب هيقوم بدور من خلاله يعني هو نظام الهاجين ما بين المدرسة وما بين إنه هو يتعلم به الأدوات الأخرى والمنصات الإلكترونية أو القنوات التعليمية تعالوا قد نشوف بالنسبة للمدارس إيه هي النوافذ المتاحة اللي هو قبل الجامعة يعني ابتداء إعدادي سنوي قنوات تعليمية منصات تعليمية هنشوف النموذج ده إيه اللي جاهز فيه وهنشوف في الناحية الثانية نمازج الجامعة والتعليم العالي وهنشوف تحديدا جامعة القاهرة إيه هي المنصات اللي هتمكن طلاب جامعة القاهرة أن هم يتفعلوا من خلالها برحب بضيفية الكريمين برحب بالأستاذ علي سيد الأهل رئيس الإدارة المركزية للبرامج التعليمية بالتحاد الإزاعة والتلفزيون يا أستاذ علي مساء الخير أهلا وسهلا بحضرتك مساء الخير يا أستاذ عمر أهلا بحضرتك وأهلا بسهد المشاهدين كل عام وحضرتك بخير وبرحب بدكتور محمود علام الدين المتحدد باسم جامعة القاهرة يا دكتور محمود مساء الخير لحضرتك كل عام وسهدك بخير مساء الخير يا أستاذ عمر أهلا وسهلا بحضرتك أبدأ مع الأستاذ علي يا أستاذ علي القنوات التعليمية تعود وتعود أهميتها هذا العام بقوة شديدة جدا لأن هي واحدة من السبل اللي هتساعد في سد الفجوة في ظل غياب المدرسة 3 يام الولاد مش يكون موجودين أو 4 يام مثلا مش موجودين في المدرسة إلى أي مدى حضراتكم في القناة التعليمية جاهزين حابين نعرف الناس مدى الجاهزية ايه هي الصنوات الدراسية ايه هي الجدول بتاعتكم بسم الله الرحمن الرحيم بداية كل سنة وحضراتكم طيبين كل سنة وكل أبنائنا الطلبة كل سنة أولياء الأمور بصحة وسعادة يمكن ربا ضرت النافعة السنة اللي فاتت الحقيقة مع جائحة كورونا وتحديدا في 19-3 بدأت المدارس تتاجه إلى التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد ودي السياسة اللي بتتبعها وزارة التربية والتعليم بقالها فترة ويمكن الدكتور وزير التربية والتعليم مشدد على ضرورة التعليم الإلكتروني ولكن الجائحة كورونا كانت السبب في الاستعجال أو التعجل في هذا الأمر الحقيقة السنة اللي فاتت بدأنا مع جائحة كورونا بدأنا بخطة متوازنة ومتكاملة للبرامج التعليمية في التلفزيون وقناة مصر التعليمية لتلبية رغبات أبنائنا الطلاب لأن زي ما حضراتكم عارفين أن معظم الدراسة بقت أونلاين أو بقت تعليم إلكتروني الحقيقة الامتداد للسنة اللي فاتت والمجهود الكبير اللي اتعامل الأول بس قبل ما اقول هذا الامتداد البرامج التعليمية في التلفزيون طول عمرنا احنا اتربين عليها ونشأنا عليها وهي موجودة ولكن الفترة اللي فاتت نظرا لأنه زي ما حضراتك عارف والسادة المشاهدين عارفين أن في أغراض أخرى وفي الاتجاه للدروس الخصوصية على اعتبار أنه كان المجموع بدأنا نرجع دلوقتي وبدأ الأهمية خصوصا هذا العام فالبرامج التعليمية والإدارة المركزية للبرامج التعليمية بتحذز على تلفزيون مجهزة إيه لولدنا شوف حضرتك الحقيقة احنا السنة دي علشان النظام السنوية العامة الجديد وزي ما سمعنا في التأرير من شوية أن هذا العام هيكون الامتحان الالكتروني والطالب هيعرف نتيجته عقب انتهاء الامتحان فاحنا بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم مجهزين ده الحقيقة من شهر تمانية الماضي بدأنا بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم في اختيار أكفى الكوادر الفنية التعليمية من خلال قبراء التربية والتعليم من خلالهم من السنة اللي فات تهيئ قدامنا الفيديو معروض على قناة مصر التعليمية والمدرسين وبشرحوا طريقة عرض الدرس نعم فضل فان هو الجديد بقى السنة دي أنه احنا بنركز على النظام التعليم الجديد اللي هو التعامل مع المنصات الالكترونية والتعامل مع المواقع اللي حددتها وزارة التربية والتعليم كريفرانس أو كمرجع لأبنائنا الطلبة لأن النهاردة زي ما حضرتك عارف والسادة اللي المشاهدين عارفين تعليم الحديث النهاردة بيعتمد على الريسيرشنج اعتمد على البحث والتأمل مش على الحفظ والتلقين فإحنا بننمي ده في أولادنا من خلال المدرس اللي موجود عندنا اشتراطنا فيهم مجموعة اشتراطات من ضمنها أنه بيجيدي التعامل مع الميديا أو مع الانترنت علشان يقدر يوصل للمسالة المدرس اللي احنا شايفين في الصورة دلوقتي بيشرح هو المفروض هيبتدي من بكرة مثلا أو حركة تقولينا إمتى هيبتدي يشرح وفقا للمنصات هيدخل على إدموده ويشرح هيدخل على المنصة التانية مثلا بوابة التربية والتعليم ويشرح من خلالها وهكذا ده اللي نفهمه من حضرتك يعني أو منصة زاكر مثلا تمام يا فنم هو الحقيقة الحقيقة زي ما تفضل معالي وزير التربية والتعليم وقال في حوار سابق أنه المدرسة هيتبقى مراجعة أو ريفيجن للمنصات التعليمية كويس فإحنا كنا سباقين إحنا بدأنا في شهر تمانية الماضي نبدأ بالفعل نسجل حلقات جديدة بالسيستم أو بالنظام الجديد لأقولت الحضرتك عليه تمام وبدأنا إذاعة من يوم السبت 12-9 تمام وإحنا بنزيع بشكل منتظم من يوم السبت 12-9 يعني بقالنا ما يقرب من شهر وأربع تيام بنزيع البرامج التعليمية طب حرك قلنا برضو التراضي كده بتاعة مصر التعليمية برضو حرك برضو قلنا التراضي لشان تبقى الناس برضو عارفات في حضرتك في قناة مصر التعليمية دي موجودة موجودة على نايل سات والتراضي بتاعة هتلاقي موجودة على شريط الأخبار لا يحضرني حاليا أن أنا أقول حضرتك لأن دي تتبع قطاع آخر وقطاع قنوات النين المتخصصة تمام أما برامجنا التعليمية في قطاع التلفزيون فدي بتبس يوميا من 7 إلى 10 صباحا على قناة القاهرة وبيعاد بسها على كافة القنوات الإقليمية كل قناة مستقلة بمرحلة تعليمية على سبيل المثال القناة الرابعة سابقا وقناة طيبة دول مسؤولين عن ثلاث مراحل تعليمية التعليم الفني والسانوي الأزهري والإعدادي الأزهري القناة الخمسة والربعة قناة الخمسة والسادسة والسبعة دول مسؤولين عن الثانوية العامة بيزيعوا كل برامج الثانوية العامة إضافة لقناة القاهرة اللي بتبس يوميا زي ما قلت حراك من 7 إلى 10 بالإضافة إلى السنة دي الأول مرة فيها حاجتين جداد بنعملهم نحن بنعمل سنوات النقل الأزهري طيب التراثلات هي نازلة قدام حضراتكم وإحنا نزلناها معلش نفضح علي أنا آسف يعني نزلنا ترادد قناة مصر التعليمية زي ما حركم كده شايفين 17500 معدل الترميز وترادد 117 على 47 عشان حضراتكم تنزلوا القنوات دي عشان يكون عليها الشرح إن شاء الله اتفضل إفد المفاجأة بقى أستاذ عمر السنة دي كمان إن إحنا الآن بصدد التحضير لإطلاق قناة قريبا خلال أيام على اليوتيوب هذه القناة هيكون فيها كل البرامج التعليمية التي تبس عبر شاشة الهيئة الوطنية الإعلام كويس أولي بالنسبة لمدرساتنا قناة مدرساتنا برضو هتطلق من خلال حضراتكم مش كده اللي هتبقى بكرة لا مدرساتنا دي بتطلقها وزارة التربية والتعليم مظبوط إنما إحنا بنعمل زي ما قلت حضراتك البرامج التعليمية الخاصة بينا إحنا بالمناسبة إحنا اللي بننتج الهيئة الوطنية الإعلام هي اللي بتنتج هذه البرامج واللي بتصرف عليها دون أي دعم خارجي بالتالي إحنا زي ما قلت حضرتك أنا بشكر حضراتك والله يا صد علي أنا متشكر جدا جدا للمعلومة حضراتك قلتها لنا وأكيد إن شاء الله هيكون لها أثر كبير جدا تدور لحضراتكم بتقوموا به في الإدارة المركزية لبرامج التعليمية بالهيئة الوطنية للإعلام في مسبيرو عشان تقدم هذه الخدمة للناس فأنا بشكر حضراتك شكرا جزيلا وأتحول لدكتور محمود علام الدين دكتور محمود بجدد الترحيب بحضرتك وفي منصة مهمة جدا هتطلق أو هتطلقها جامعة القاهرة للطالبة فأرجو حركة تقول لنا إيه هي المنصة دي خاصة إنها تسادف 270 ألف طالب جامعا تمام هو طبعا لحياتك عارف نحن العام الماضي اعتمدنا في عملية التعليم الإلكتروني على مجموعة من التطبيقات الخاصة بالاجتماعات والاتصالات يعني زي زوب وسكايب وويب وميت وغيرها لكن هي ما كانتش بتشكل منظومة متكاملة للتعلم الإلكتروني هذا العام جامعة القاهرة تعقدت مع شركة مايكروسوفت العالمية على النظام متكامل يتوحين إطلاق منصة زكية تتكون من بعدين أو جانبين الجانب الأول متعلق به الامتحانات بالمقررات الدراسية والمحاضرات المختلفة والتفاعل حولها والاجتماعات والجلسات الخاصة يعني المحاضرات هتبقى موجودة على المنصة دي دكتور؟ ده الجانب الأول؟ آه طبعا بدأت عملية رفع المحاضرات على المحاضرات هتبقى موجودة عليها أو مش محاضرات بقى هو في التعليم الإلكتروني فيه مصطلح اسمه المقرر الإلكتروني المقرر ده بقى جواه النصوص جواه الأوديو جواه الفيديو جواه البيدي اف جواه كويسا الباور بوينت جواه أيضا المحاضرة نفسها اللي بيلقيها الأستاذ كل نهاية متوفر في جانب الجانب الآخر من المنظومة بعد خاص بعملية التقويم أو الامتحانات بكافة أشكالها بيتيح إجراء الامتحانات بيتيح تصحيحها أيضا رقميا هل ده كل كليات سواء المنظومة أو البيقية يعني الطب والصيدلة والهندسة جامعة القاهرة زي يوم زي التجارة والحقوق والأناب هيكون كل موجود على المنصة الكل موجود على المنصة لك حضرتك أن تتخيل أنه سيتم رفع 14 ألف مقرر على هذه المنصة ويمكن النهاردة كان موجود الأستاذ الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة بيستقبل وزير التعليم العالي الدكتور خلال الغفار وقالوا أن هذه المنصة تعد أطخل منصة في العالم لأن الشركات لما عملتها كنا بتعمل المنصة لـ 30 ألف 40 ألف أما أن يكون هناك تحدي بـ 70 ألف طالب فهذه معضلة وتحدي بالنسبة لمايكروسوفت نفسها ولكن يعني هنا طبعا نحن بنتميز آه إحنا يعني سياسة مصر في التعليم العالي بتقوم على الإتاحة والجودة في نفس الوقت عظيم أنا بشكر حضرك شكرا جزيلا لدكتور محمود علام الدين اللي محدث باسم جابعة القاهرة شفتوا حضراتكم زي الدنيا بتتغير بنرجع تاني نبص على القنوات التعليمية والنزل تردد القنوات التعليمية اللي فيه أجيال زي كنا بنشوف زمان لبرامج التعليمية دي وبنتعلم منها والدكتور إبراهيم الكرداني كده ربنا يا ربي نسيه بالخير ويدله الصحة وغيره الحقيقة من أسازة البرامج التعليمية اللي فادت أجيال كتير جدا من زمانه اشتركوا في القناة